اهلا ومرحبا بكم اهلا بكم ياولاد كل سنة وانتو طيبين وحنبدأ مع بعض المجموعات يعني ايه المجموعات؟ تعالوا نشوف مع بعض التصنيف الى مجموعات تعالوا نفهم مع بعض عندنا شوية اشكال قدامنا يا حبيبي زي ما احنا شايفين شوية ورد قدامنا وعندنا تفحاية وفرولاية ومزاية فبنقول حوط مجموعة الورود يعني ايه؟ يعني نشوف الورد فين؟ ونحوط عليه بالألم يلا نحوط مع بعض بالألم بصوا الألم بيحوط ازاي؟ حوالين الورد بس عشان هو قال لي حوط حوالين الورد بس طب شايفين مجموعة فاكهة تانية اهيه؟ عندنا برتقان وتفاح وموز ومنجا وعنب بنقول لون مجموعة البرتقال شوفوا فين البرتقال قدامنا ولونوه نبص مع بعض اه دي اول برتقالة نلونها باللون البرتقالي بتاعها الجميل اللي احنا عارفينه اه دي اول وحدة تلونت معانا طب وفين برتقانا تانية؟ اهي كمان بتنور وطدفي وتقول لي انا موجودة هو تعالوا نلونها مع بعض يلا كده بنلونها سوا مع بعض اه دي التانية في كمان ايوة تمام سمع واحد بعيد بيقول لي هناك اهيه اخر واحدة قلت له صح مظبوط برتقالة كمان قدامنا نلونها هي كمان باللون الجميل بتاعها طب نبص مع بعض كمان عندنا شوية عجل عارفين العجلة طبعا اللي بنسميها باللغة العربية دراجة وعندنا عربية اللي هي سيارة وعندنا موتوسيكل بنقول حوط مجموعة الدراجات يعني شوف العجل فين وحوط بالألم حواليه اه دي دراجة و اه دي كمان دراجة و اه دي كمان دراجة في تاني لا مفيش برافو عليكم نروح محواطين حواليهم بالألم طب تعالوا مع بعض بنقول كون مجموعات بإحاطة مجموعة الأشكال المتشابهة معا يعني ايه عندنا شوية أشكال مرسومة وفيه أشكال شبه بعض فيه منها صغير وكبير بس هما شبه بعض وفيه أشكال مختلفة تعالوا نحوط مع بعض الأشكال اللي شبه بعض يلا مع بعض ياولاد الشكل ده كده شايفينه اللي بينور ويدفي ده اسمه مسلس تعالوا نشوف المسلسات اللي عندنا كلها ونحوطها مع بعض ادي واحد اتنين تلاتة نحوطهم مع بعض والشكل التاني ده ده اسمه مربع ادي واحد وادي اتنين مع بعض أهم نحوطهم مع بعض والشكل الأخير ده فيه منه صغير وكبير ده اسمه ايه؟ شطار انتو كبار وعارفين ما شاء الله اسمه دايرة الدائرة اللي قدامنا تعالوا نحوطهم مع بعض ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة وحوطناهم مع بعض طب سؤال كمان بيقول لنا حوط الأشياء التي لها نفس اللون الحاجات اللي لها نفس اللون حوطها لي مع بعض مش مهم تكون شبه بعض المهم ان لون هيكون زي بعض شايفين قدامنا سيارة حمرة اللي هي عربية حمرة قدامنا وكورة صفرة وفراشة لونها أخضر جميل وكتاب لونه أحمر فين بقى اللي لها نفس اللون عشان نحوطهم مع بعض من هيقول لي السيارة والكرة ولا الفراشة والكتاب ولا السيارة والكتاب يلا لوحدكم اضغطوا على الإجابة الصحيحة تمام أحسنتم السيارة والكتاب السيارة لونها أحمر والكتاب هو كمان لونه أحمر طب سؤال كمان لون هذه الورود بحيث يكون واحدة منها باللون الأصفر وسلاسة باللون الأزرق وسنتان باللون الأحمر يعني عندي شوية ورود حنلون وردة واحدة بس باللون الأصفر يلا نشوف الأولانية هذه واحدة بس باللون الأصفر عايزين نلون كمان ثلاثة باللون الأزرق طب يلا نلونهم مع بعض أدي واحدة باللون الأزرق ودي التانية باللون الأزرق فضلنا واحدة بس يا أستاذ يلا نلونها مع بعض ودي التالتة باللون الأزرق ما هو ما فيش قدامي غير اتنين بس اللي موجودين يا أستاذ يلا نلونهم باللون الأحمر أدي واحد هادي اتنين بقى قدامي وردة باللون الأصفر وثلاثة باللون الأزرق واثنين باللون الأحمر طب نشوف سؤال كمان بيقول لي صل بالعدد المناسب يعني وصل بالعدد المناسب يعني ايه أستاذ يعني قدامي حاجات كتير قوي وعايزين نعدهم ونوصل العدد بالعدد المناسب اللي في النص عندي في النص العدد واحد واثنين وثلاثة وعندي شوية كور وفراش وقلم وورود وحاجات كتير قوي تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة في كم كورة قدامنا يلا عدوهم وقلولي لوحدكم واحدة ولا اتنين ولا تلاتة تمام تلاتة برافو عليكم عندي تلات كرات اروح جاي بالمجموعة اللي فيها تلات كرات ووصلها بالعدد تلات بعد كده في كم فراشة يلا نعدهم واحد اتنين انا سمع حبيبي من بعيد بيقولوا يا استاذ دي سهلة خالص احنا عدناهم قبل ما حضرتك تقول اقول لكم برافو عليكم وتستهلوا كلكوا ان احنا نزقفلك طب في كم قلم قدامي هو واحد بس يا استاذ نوصله بالعدد واحد طب وفي كم قطة مظبوط اتنين ادي واحدة ادي التانية نوصلها بالعدد اتنين طب وفي كم كلب هو كلب واحد يبقى نوصله بالعدد واحد وفي قدامي كم وردة يلا قولوا لوحدكم واحدة ولا اتنين ولا تلاتة احسنتم تلاتة يبقى نوصل المجموعة اللي فيها تلات وردات قدامي بالعدد تلاتة طب في قدامي كم دجاجة تمام اتنين يبقى نوصلها بالعدد اتنين واخر حاجة قدامي مزايا واحدة بس نوصلها على طول بالعدد واحد اشتركوا في القناة